اهلا وسهلا مشاهدين الكرام في برنامج ضيف انفاس ضيفنا اليوم امين بن طهر من الكفاءات المغربية المرموقة في مجال تسويق الرقمي بالولايات المتحدة الامريكية ومدير افي اكس ديجيطال بشراكة مع شركة جوجل اهلا وسهلا سي امين اهلا شكرا لتعوادي لكم وشرف لي ان نكون معكم اهلا بداية سي امين المسار المهني ديالك وتعريف التجارب المهنية ديالك انا ولد المدينة ريباط قررت هنا في المغرب ومن بعد درس في ويات المتحدة الامريكية دائما في مجال ديال الماركوتينج ومن بعد جلني فرص عمل في الخليج في قطار ومن بعد عشت في توركيا وردات الولايات المتحدة الامريكية باش نعود من زيادة الماركوتينج وكيف نخدم مع شركة ميكروسوفت ومن بعد خدمت مع شركة هيلتون ديال الزوتيل في قوية المتحدة الامريكية فنكتش ندر تسويق ديال واحد العدد ديال الزوتيل ديالهم في امريكا والكندا ومن بعد جلني مشخدش مع شركة في مجال ديال الفاشن ديال الحويج ومن تم واحد سيذ كان مدير ريالي تمامشا مع شركة علي بابا اللي هو من اكبر سيتواب ديال اي كوميرس في العالم شركة من الصين وكانوا انفستيسا في واحد الاستخداب في السيليكون فالي كنت ناول مدير العام لديك الاستخداب في السيليكون فالي ومن بعد دخلت كشركة في شركة الافيكس ديجيتال في الولايات المتحدة الامريكية في كان عملوا بزاف ديال الاستشارة والماركوتينج ومن بعد ديال الاستخداب من الشركات الامريكية والاوروبية وحتى بعض الشركات في ايفرافيا نعم في اي مدينة في المستقر في الحاليين؟ نعم في دالاس في الولايات تكساس لماذا اشهد الاختيار الغتيباتي او الاختيار بحكم العمل لديك؟ هو في الول كان اختيار حيث الجامعة في اندرس كانوا في دالاس وكان شركة ميكروسوفت يعطي الى فلكسبيلتة ونقرأ من اي مدينة الولايات المتحدة الامريكية ومن بعد دالاس اليوم من المدينة الامريكية التي في عديد الفرص مثل عمال ومدينة المدينة الاختيار من الولايات اخرى تحول المدينة دالاس وولايات تكساس لعدة السبب الرئيسي والنمو الاقتصادي للمدينة دالاس نعم بالنسبة للمجال التسواق الرقمي كيف ترى تطور تسواق الرقمي في المغرب وحجم استثمار في هذا المجال؟ هو تطور كين؟ ما شاء الله ترى عديد من المواقع الجداد وشركات اللي جاءوا على أساس يكبروا الإيكوميكس في المغرب لا أعجب أن يلحق نقول اسمية لله كانت جوميا كانت شركات غلوفو اللي جاءوا في المغرب والذي تصدموا بسرعة للمسهلك المغربي والذي تحصل على الإيكوميكس من كين واحد تطوير ولكن ما زال بزافة الشركات اللي ما كي ينبسيسوا بزافة الفلوس في مزال ديجيطال أنا كنت هنا يا دي واحد العامين في واحد المؤتمر وكانوا داروا واحد الغابور على ديجيطال في المغرب وكنت تصدمت من شركة الأرقام بأن هذه واحد العامين كانوا يوقع لقل من عشرة في المئة ديجيطال في المغرب تحصلوا بجموع الديجيطال في م requirements في نهاية جمع ومركز ومن كنت تتبع إن قلب من عشرة الفلوس المئة المترجم للدينة تقوموا بإنترنت و90% تقوموا بإمكانت التلفازات والراديو كنت تبدأ أن ما زال كانت تطور المجال في المغرب يعني إذا الجائحة الكورونا ربما سرعت الحاجة للإستثمار التصمير الرغمي كثيرا وهذا ليس غير في المغرية في العالم كامل حيث لأول مرة الناس تسدوا عليهم في ديورهم وكانوا غير الناس الذين لديهم هاتف اي كوميرس الذين كانوا عندهم الرخص للتحرك في بعض دور و بعض المدن لا يمكن أن تخسك شي حاجة كدروري لا تدوز من هاتف اي كوميرس لذلك هاتف صرعات هذه الديفلوكونا في المغرب وليس في العالم كامل لقد رأيتها في جميع دول العالم جميع سيد الإي كوميرس رأينا بأن المبيعات لهم طلعوا مرمجة الجائحة الكورو بحكم التجربة المهلية في الولايات المتحدة الأمريكية كيف تنصح الشركات أو الفاعل المتسبق الرقمي أهم الاستثمار في مجال هذه التصمير؟ وهي ما يرى هنا في المغرب لا يمكن أن نقول لك ما هو المخشي المغربي حيث في المغرب كان الناس الذين لا يقرأوا بغيناها أو كرهناها كان الناس الذين لا يقرأوا و لا يعرفوا هذا كان الناس الذين لا أدابتوا لتكنولوجيا كان الناس الذين لا يقرأوا لتكنولوجيا لتكنولوجيا ما هو المخشي المغربي ولكن قد نقول لكم أن هذه الناس الذين يخرجون والشباب الذين يخرجون يمكنهم تنصروا أو الغرفة و كابروا في قراءة في مدينة كما يتصل الناس الذين يصلوا إلى المساج عن هذه المغرب التي تكون في المغرب من الناس الذين كلما يدعم منذ هذا الناس الذين يؤدي من 5 إلى 10 سنوات من الذين يقرأون و يعملوا لمناصب يجب أن تجد دراسك لكي تصل إلى الوصول هناك عدد الشباب المغربية الذين يعملون عبر الانترنت هذا هو الفوء قبل كوفيد يريد أن يعملون عبر الانترنت يريد أن يعملون عبر الانترنت هناك فئة مغربية الذين قبل كوفيد كانوا يعملون عبر الانترنت على المستوى الشركات الدولية بحل بوجل، فيسبوك، أمازون مجموعة من العائدات بخمع تارك الإعلان على الانترنت لاحظنا أن دول أوروبية حولات الطاكسي تضرب هذه الشركات في المغرب كيف تشاهد هذه الجانبات؟ كان هناك شركات مظهرين في بعض الدول كانوا يخلصون درائب ولكن في التدريب لا تريد أن تدريب كانوا مخالفات من المخالفات من الناس الذين يتبعون والذين يخدموا الناس ولم يطلبون منها ولم يريدون أن يرى فهو الذي سنصحي لك أن أعرف أن ميكروسوف يوجد بيرو صغير في المغرب بين تربضة والرباط جوجل لا أعرف أن يوجد بيرو في المغرب ولم يوجد أمازون ولم يوجد بيرو في المغرب هذه الشركات يجب أن يأتي أي استثمار في المغرب يمكنهم أن يجب أن يجب بيعجب أن يجب بيعجب المغرب على المغرب ومعهد يستطيع أن يجب أن يجب أن يجب في المغرب يجب أن يكون لديجيتيال لأنه من دريبة ولم يأتي بالرأي الشخصية من جوجل ويجب أن يعلم الشباب والناس في ميهن الغادن لأنها الشركات تريد غادرة يجب أن يقومون بحق تنظروا معهم علاقات مع هيد ويقومون بشباب المغربي ونسخ الضرائب بركوج يخص الضرائب ولكن تخلص الضرائب ونحن نقوم بحلول الخراب هذا هو رأي دير الشخص نعم، وفي سياق تأهيل موارد البشرية وتهيل الأجيال الغد في المياه المستقبل مؤخراً لجنة نموذج تلماوي وضعت تقرير في مجموعة من القطاعات على مستوى الموارد البشرية في التسواق الرقمية والتكنولوجية الحديثة كيف تنمى المقترحة السيئمين في هذا المجال أنا أظن أن يكونوا إما معاهد أو بروغرام في الجامعات أنا أعرف إن كان الجامعات قد تقوم بمحاضرات في الولايات المتحدة الأمريكية نعم، ندرس جميعاً في المتحدة الأمريكية هنا جميعاً التي تقرير لديهم غير فليارة لديهم ديبارتمن كله، مثل ديبارتمن الإيكوميرس أو ديبارتمن الإيكونامي أو السيانس هذا لديهم معهد مختص بالديجيطة هذه جميعاً في مدينة دالاس في مدينة دينتون اسمتها ومدينة تكسس وتعلمت بزاف من ذلك الموديل لأنهم يستطيعون أن يستطيعون يستطيعون أن تخدموا كل مدينة لين يجب أن يعملون في الإيكوميرس المغرب يستطيعون أن يستطيعون لإستلهمتناس ذلك في الجامعة المغربية والمدارس المغربية طبعاً، لأن المغاربة تبارك الله، إذا كنت ترى المغاربة تقوم بتفوقين في المعتماتيك وفي التكنولوجيا وفي الفيزيك ومات فإذا قدرنا نذكر كسسس بحركة، نستطيعون أن نجد الشباب من المتابعة التي أردتها انا أحياناً هل كانت تعمل للماتي دماء أم أنه هو الخدمات اليوم؟ لأنني أريد أن أقول لك أن الخدمات اليوم لم يكن تقوم بـ 13 أو 14 عام لأن تأخذ لي لم يكن أخرج سأجد تجد تعمل خدمات المعامر كنا نحلم بأنهم يمكنهم أن يكونوا اليوم كان أحد خدمته هو Facebook والنهار كامل يجعب الناس في Facebook هذا هو ولي؟ أو هذا هو المساعدة؟ أو يمكننا أن نعرفه؟ تذهب إلى المجازن أو تهضر أو تعيد في تليفون فهو لا تشات الفيسبوك أو تويتر أو أي شيء يجري نعم سيأمين كما ترى في الولايات المتحدة الأمريكية هنا واد سيليكون خاصة بالشركة الستارتوف الناشئة في العالم على مستوى تكنولوجيا في المغرب لتشجيع إنشاء واد سيليكون مماثل في أي منطقة تعتر أنها مناسبة في مدينة أنا أكثر نقول لك أن أفكر في الجامعة في إن كانت الجامعة هذه البنقرير حيث أنا أعرف أن أمري مشيت ولكن أعفت الناس مشاء وكان أعفت إن كانت بزاف ديال كانت الأرضية تحتية للإنشاء كانت الأرضية تحتية ومشاء الله الناس الذين يزعم ختمين في هذا المشروع هذا كانت دماغة ما شاء الله والناس الذين يقرأ بالقراب وعرفين السيستام الأمريكي وعندهم الهاتف ومشروع أنا أقول لذلك نستطيع أن نفكر أن نفكر أن نفكر شيئا في بنقرير إن شاء الله ونستطيع أن نشجعوا الستارتوف وكان هناك الكثير من الشباب المغربي كان الستارتوف فاكتوري مع أمسيوم العلاوي كان هناك الكثير من الناس الذين أعرف لديوا هذا الموذمان الستارتوف في المغرب فهي كان هناك الكثير من الناس ومشروعين لأن يبدأوا هذا المغرب لأن هناك موضوع في إسرائيل وفي الهند ومشروعين جميع الدول ومشروعين ومشروعين إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يمكنك أن تكون مغرب فخورا بها نعم وفي التصراحات كذلك لا تشهد نموذج الهند بسرق الموارد البشرية لماذا لا تكون الهند؟ هو الهند نموذج لأنه في سيليكون فالي تجد المدير جوجل وميكروسفت ومشروعين ومشروعين وعديد شركات كبار تجد الهند ولم تجد الهند ولم تجد الهند وكبر في الهند وقري في الهند وعجل الهند وعجل المستر ومشروعين وبعد ذلك ومتقربت الكثير من الهند ومساعدت وصولتهم لك أن تكون موذجا لكم لأنكم من تجد الهند موذجا لكم وعندنا موذجا تجد الهند ومعاهد التكنولوجيا ومعادي كلها ومن الصعب يجعلهم ومعادي من أجل الجامعات الأمريكية ومشروعين ومشروبهم على المتيل ويقولون لهم كيفية العنوان ويجعلون كورسوس يوجدونهم في الغادية تكنولوجيا وداروا لهم في السيليكون فالي كان الكثير من الهندين يأتي في المستردير في المريكا ويأتي بشركة في الهند ثم يأتي بيع الشركة في المريكا ما شاء الله عليهم كانوا بعيد في هذا المجال ونرى أخوانينا في الهند وما شاء الله عليهم ونرى أخوانينا لم نرى مغربين مدير جوجل عالميا لا يوجد في المغرب ونرى في المغرب تجد في جوجل ونرى أخوانينا في جوجل لا يجب أن يحلم قليلا ويعمل هذا هو السير للنجاح فعلا تم تتويج لك في مصابقات في العديد المحطات الدولية في الولايات المتحدة الأمريكية اختيارك ضمن أفضل مئة رائد في مجال التسويق الرقمي في مدينة شيكاغو وأول مغربي ضمن أعضاء وكالة التواصل فوربس تعليق لك على هذه التتويجات سيئة كنت في مدينة لاس فيغاس كنت في شهر كنت أدرك محاضرات مما ومن بعد كنت أعطيت جوائز مئة رائد في مجال التسويق على الإنترنت لم أكن أعرفت بأنه كنت أخذت هي جمعية جديدة سميتان ماغسام ماغكتينك ساميت والحمد لله ملقيت أستيدة أستاذ جامعين كنت أقرار كتوبة ديره في الجامعة والتي تبارك الله سيد واحد المستشار دي الأكبر شركة في العالم ويكتب كتوبة ما شاء الله عليه تهوارها بحد أخي وناس أخرين لما تبارك الله اللي أنا كنت أعلم منهم بدت كتاب مؤخرين وقد قد شدرت كتاب وقد أصدرت كتاب وهو تكنولوجيا التي تثيرت سيري وألكسا وهذا ومن بعد من الأسبوع لأنهم شارعوني بأنني كنت أكبر فزيونير لأنني ترى كيف يتم ترى والفيذي تكنولوجيا في هذا السنة وعلى فوربز أشارف مجلسة أول المغربي وهو مجلة فوربز الدولية لكي يكون موضوع منهم ومنها كانت بيبليئة وكانت تعرف معنا السمرة في الدومين والحمد لله شرف لي وشرف المغرب والعائلتي لكي نكون أول مغربيين شكرا جزيلا سي أمين على كل هذه التوضيحات شكرا مشاهدين الكرام على حسن المتابعة ونضرب لكم موعدا جديد مع ضيف جديد